في مثل مصري كده جميل جدا يقولك ايه هم يدحك وهم يبكي بس ان انت تلاقي موقف يدحك ويبكي في نفس التوقيت دي ما شفتهاش قبل كده يعني الكلام اللي كان لسه بيقوله سوز محمود شوقي بتاع او الخاص بالقرار اتحاد الكورة بأحالة محمد الشيبي لجنة الانضباط لانه خلف لوائح اتحاد الكورة ولواح الفيفا بتوجه المحاكم المدنية دي حاجة 2023 تحديدا 24 سبعة 4 ديسمبر الشحات تم استدعاؤه للنيابة الاهلي تقدم بخطاب وشكوى امتى 7 ديسمبر احنا النهاردة كام احنا النهاردة 3 يناير 3 واحد يعني فات شهر من ساعة لما الاهلي تقدم بشكوى ده في حالة ان المسؤولين في التحاد الكورة مش عارفين بان الشيبي تقدم ببلغ النيابة بس هم اكيد عارفين لان هم استدعوا الشحات او النيابة استدعت الشحات يوم 4 ديسمبر فاكيد عارفوا لما نقعد شهر شهر كامل عشان ندرس القرار ونحاولوا لجنة الانضباط يا جماعة كفاية 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 وحرام عليكم استاذ ابراهيم استدعتوا عشان تنقشف هذا الامر ما بدايين انا مش شايف فيه حاجة دحك طبعا وانا بنقشف انا بشكل هادي وموضوعي اللي يبكي بقى ان الوقت اللي خدته ممكن انا ينقش طبعا ممكن ابكي معاه في هذا الامر لان الحقيقة احنا بنحضر عفريت ما بنعرفش نصرف ولو اني مش شايف ان التوقيت له دلالة الا اذا كنت عايز اضخم هذا الامر عشان تروح مصرر بخبر غير حقيقي يا استاذ ابراهيم ان الاتحاد المغربي مستأمن توقيت صدور هذا الاسهد هنجي للجزئة المغربية لان دي هي لب الموضوع وهنا اذا صح هذا الامر يبقى احنا يا جماعة ولا ندرس التاريخ ولا الجغرافي طيب بنكرر تكريس العداء بين دولتين كرويا كما حدث بين مصر والمغرب والجزائر اللي حيدلك على صحة هذا الكلام الاسبتات التي ستنفرد بها الان وابقوا معنا عشان هتشوفوا حاجة من المغرب بترد على فكرة يا جماعة ردا على الجزئية بتاعة ابراهيم عبد الجواد فيما يتعلق بتأخر اتحاد الكرة في الرد على مخالفة الشيبي في لجوء للنيابة او للقضاء لو ان هناك طرفا يلام على عدم التدخل طوال هذه الفترة قبل اتحاد الكرة هي لجنة الانضباط وهقول لكم ليه لجنة الانضباط بكل ما فيها من قامات قانونية وقضائية كبيرة قالت من البداية من بداية عملها ان هي هتنظر في كل حاجة يخالف النظام والاخلاق واللاحة والقانون وان هي قد لا تنتظر ان يحل اليها اي شي وفي عقوبة دونجا لعب الزمالك اخدت العقوبة اللي اعلنت عنها على لسان السيد رئيسها دون انتظار او تحقيق او استدعاء وبانت ان هي منحازة لمحاربة سلوك خادش بهذا الشكل طيب الشيبي خالف نظام اتحاد الكرة خالف لايحة اتحاد الكرة وارتكب خطأ من الناحية القانونية مخالفة كان الادرة والاحرى والاحق بمسائلته لحظتها هي لجنة الانضباط لان هي القيم على الوضع القانوني في الكرة الاتحاد الكرة لما يجي له جواب النادي الاهلي كان عليه السرعة بالرد لكن اللي كان المفروض لا ينتظر جواب من الاهلي ولا ينتظر احالة من اتحاد الكرة هي لجنة الانضباط لان هي القائم على تطبيق القانون في اللاحة وعلى الناحة القانونية في المنظومة كانت بقول لكم هي بدرت بعقوبة دونجا في شهر يوليو اللي فات ومعرفش برضو ومعرفش برضو على اي اساس قبله ان العقوبة اللي هم اعلنوا عنها لا تطبق ولا يعلن عنها شيء بدون استئناف بدون اي حاجة يعني محدش عدم عليها استئناف خلاص يعني بضعه اتلف اهلهوة برضو معرفش ده ازاي قبل لكن خلاص كل حد هو حر لكن الجهة اللي كانت المفروض لعمر حسين ولا جمال علام قبل منهم لجنة الانضباط ايوة ورغم كده فيه شاكوة بقى لشوه لكن الاتحاد يسأل عنه لما يجيله الشاكوة كان عليه ان يسارع يقول للاهل مش من حقك تشتك قد يكون ده رد يعني يكير او يقول له احلناها اللجنة وعلى فكرة يقدر اتحاد الكرة انه ما اخدش عقوبة ضد الشيبي لانه كان مقترح انه يبعد جواب لبيرومتز يقول له اللاعب بتاعك خالف اللاحة كذا كذا عليه مطالبته كذا هم محبوش يدسوا انفهم في الناحية القانونية وقال له خلاص تروح لجنة الانضباط ولجنة الانضباط تقول رأيها القانوني هنا ده ردن على الزميل ابراهيم عبدالجواد واندهاشه انه التأخير غلط لكن الاحرى بالتدخل كان السادة مسؤولي لجنة الانضباط ابراهيم عبدالجواد تكمل في السياق نشوفه كفاية وحرام عليكم لان ده واحد من اهم اسباب التعصب اللي احنا موجودين فيها تقول لي يا عم ايه ايه علاقة الداب ده هتحط ابو قرشي على ابو قرشين ليه لا هي ليه علاقة بكده ليه لان شوف الشيبي وشوف كهرباء لما بتحط مصطرة واحدة في العقوبة هنريح كل لكن انت دلوقتي جاي بتقول هنحيل الشيبي لجنة الانضباط والشيبي راح تم استدعاقه المنتخب المغرب في قيمة كاس الامم طب هتست هتعمل ايه مع لجنة الانضباط مع لجنة الانضباط حاجة من اتنين يا اما هتستعيد جلسة تستمع هتستعيد جلسة تستمع ازاي وهو راح كاس الامم يا اما هتوقفه فلو وقفته هتبلغ القرار للفيفا فهتوقفه فهل بقى مش هيشارك مع مع المغرب في كاس الامم لعبكة وبزربيت عمال يحصل نتيجة ايه بقى ان الفترة دي كلها كانوا بيحاولوا يعملوا قعدة صلح يا جماعة اعرفنا يا جماعة مش كده قعدة صلح ايه فالفين اربعة وعشرين فيه لايحة طبقها فيه عقوبة افردها طب لو وقفته هتعمل ايه بقى مع الاتحاد المغربي وخش بقى في قصص وخش في دانيا وممكن تعمل ازمة ما بين بلدين وبين اتحادين ليه عشان انت تأخرت وبتعملش القواعد طب ده الهم اللي يبكي الهم اللي يدحك بقى ايه القرار ده اتعلم بشكل رسمي لا تم ارساله لبيرامد لا طب عرفنا ازاي ونزل على المواقع ازاي المركز الاعلامي الاتحاد الكرة المصري بعتوا ومرروا المواقع قسما بالله عبس عبس طب ازيدك من شعر بيت لجنة الانضباط نفسها حتى هذه اللحظة اللي انا بكلم حضراتكم فيها لم يتم ارسال الخطاب ليه حتى الان يعني قرار طلع متحد الكرة لسه مرحش لجنة الانضباط فجماعة يعني رجاء 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 نفسنا نشوف بلدنا في الكرة بتروح لحتة مختلفة ومش هتروح لحتة مختلفة غير لما يكون فيه لوائح وقاعد تتطبق عالكبير قبل الصغير قاعدت صرح دي في البيت عالقهوة مش في لوائح وقواعد يا رب الكلام ده يوصل لحد ويعمله لان بجد بجد كفاية يعني أستاذ إبراهيم بيتكلم على بعض الإجراءات ما تمتش وإذا كان ده حصل عنده يعني اندهاش وكفاية وأنا بقول كفاية بتسوى منفعل شوية يعني الموضوع يعني شوفها جماعة حاجة حاجة لكن المصدرة الواحدة كان يجب أن يعني أنت اتكلمت على فين عقوبة كهرباء حيال ما صدر منه مع جماهير الأهلي فيه إساءة مغلفة فيها إحاء للزمالك ساعة ما جاب الجود ما انت ما جبتش سيرت خالص ما حدث من الكابتن شيكبالا مع جماهير الزمالك فيه ما حدث من إساءة واضحة باللفظ الصريح بالإشارة مرة والحركة بحركة وإشارة ومرة للجازمة ومرة بإشارة خادشة جدا يعني انت بتستاني ده اللي بزيد التعصب وتغفل نموذج آخر هذه في حد ذات بتسير التعصب ومع هذا ومع هذا هنمشي مع الطرح الموضوعي لإن إحنا في الآخر بنطلب نفس الشيء مع اختلاف إن إحنا كلنا عايزين نظاموا الدنيا عشان مش كل واحد يفصل على مذاب الجزئية الخاصة باستدعاء كهرباء وكهرباء يعني لدى البعض مطلوب حياً أو ميتاً كهرباء هتف مع جمهور الأهلي يعني ما راحش قدام جمهور الزمالك هتف هتف فصل إنه ده خطأ وده خطأ برضو لأنه لا يدافع عن خطأ بس هو هل مرت صنيعت كهرباء وفعيته ومرت دون عقاب برضو بيتكلموا ومش واخدين بالهم إنه توقف ست مطشات توقف ست مطشات على لفظه مؤول خطأ في تأويله يباني إنه خطأ جداً ونسب إنه ده استفزاز لجمهور الزمالك اللي هي كانت في الناحية التانية ماشي كان وقتها مرتضى منصور وكهرباء ومطلوب حياً أو ميتاً كهرباء ليكن بس ما تغفلوش إن كهرباء اتعاقد وأرجوكو وحيات الأخلاق وحيات الغد اللي بقت نعحة قوي بالطالب بالأخلاق سكتوا ليه على العقوب الدنجة اللي صدر فيها قرار ولم ينفذ ولم يعقب عليه ولم يحفظ ولم يسأل عنه أحد خالص مع أن احنا زي ما المهندس عادل قال احنا اللي بنطالب إنه مصطرة الانضباط تكون شديدة وموحدة على الكل لكن غيروا اللايحة وتعفينا من هذا الجدل غيروا اللايحة لكن فكرة إنك انت هو عشان الأهل هدد الناس اتحركت لا الأهل ما هددش الأهل بعد جواب يطالب بحق قانوني لأنه عنده لعب محترف عرضة لمسائلة جنائية في واقعه هو أكي اتعاقب عليها يعني الكهرباء حسين الشحات اتعاقب انتو برضو بتتكلموا انتو عايزين تقضوا على حسين الشحات لا كافل نص مليون جنيه ولا كافل إيقاف ولا كافل غرامة ولا كافل اعتذار على الملأ ولا تقبيل الرأس ولا اعتذار حتى الشيبي على اللي عمله لأنه قال له خلاص حج أمك فج راسي لأنه قال له انت طول المباراة ما لتشتمني بأمي وبزوجتي قادر خطأه وقال له كده كل ده محدش بيقف عنده لأنه المطلوب حسين الشحات زي ما كان المطلوب كهرباء أما بقى الزج بالأخوة في المغرب لقيت بعض المواقع هنا أنه استياء عارم في المغرب وأنه فوزي لقجع قال وعاد وسوى وبسائل الاتحاد المصري أنتوا كده متعمدين تهزوا للمنتخب المغربي قبل كاس الأمم وكلام جعلص كبير قوي كلمت أصدقاء في المغرب وحقول لكم يعني منصف اليسجي راجل إعلامي دكتور مسؤول قال لي عم هو فوزي لقجع يعني متاح للتداول كده بسهولة أولا ده راجل في المغرب أمين الخزانة العامة يعني وزير المالية عنده مسؤوليات كبيرة قال لي ولا يمكن بتكوينه ومسؤولياته ترجمة نانسي قنقر